اليوم كانت تماع لجنة البيئية الثامن لمناقشة تكليف من مجلس الأمة بمناقشة تقرير ديوال محاسبة بشأن إعداد تقارير مفصلة عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة بمنطقة الشقاية بس عشان يعني نوضح للأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات مشروع الطاقة المتجددة تحتاج الكويت الفكرة أن في 2030 وهي مبادرة من الأمير الراحل الشيخ صباح طيب الله ثرا أن في 2030 يكون عندنا تقريبا 15% من إنتاج الطاقة عبر الطاقة المتجددة وتم اختيار طاقة الرياح هذا المشروع مرة في مراحل المرحلة الأولى مرحلة إعداد الدراسة وتنفيذ البايلت ستادي يعني دراسة المشروع في بايلت ستادي بتكلفة تقريبا 145 مليون دينار قام بها من أحد الأبحاث طبعا شابها العديد من الملاحظات المجلس من ديوان الخدمة أو ديوان المحاسبة عفوا وهذه الملاحظات كانت اليوم محور حديثنا وملاحظات كبيرة ولذلك هي رسالة لوزير التعليم العالي أن يواجه هذه الملاحظات ووعدنا الوزير بتزويدنا بالتقرير شكلت لجنة التحقيق استلم الوزير لجنة التحقيق اليوم فنطالبه بنسخة من هذا التقرير الوقوف على المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة فيما يتعلق في دراسة الأولية وهي دراسة لمشروع الشقاية اللي تقريبا ينتج 70 ميجاوات الآن والمشكلة أمام هذه المبالغ التي دفعت والمخالفات التي ذكرت كان يفترض قبل أن تستلم القطاع النفطي المرحلة الثانية بتقريبا بتكلفة قد تصل إلى 550 مليون دينار القفز لها أنا بالنسبة لمستغرب افترض مثل هالمشاريع أن تكون لوزارة الكهرباء مباشرة إلا أنه انتقل من معهد الأبحاث يعني المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية والثالثة إلى القطاع النفطي القطاع النفطي للأسف الشديد أن مجلس الأعلى للبترول قرر أن هذا المفروض يستلمها القطاع الخاص عن طريق هيئة الشراكة إلا أن مجلس الوزراء يعني ليس وزراء قرر أن هذا يأخذ القطاع النفط المرحلة الثانية والثالثة المجلس على البترول قرر أن هذا خطأ أصر مجلس الوزراء على أن يبقى هذا المشروع تحت مظلة القطاع النفطي وهذا خطأ وذلك ندعو مجلس الوزراء إلى تصحيح هذا الخطأ الذي صحح الآن وذهب إلى المكان الصحيح وهو هيئة الشراكة ولذلك رسالتنا للحكومة مشروع مثل هذا لإيجاد أو توليد طاقة كهربائية عن طريق استخدام الطاقات المتجددة وهي طاقة الرياح يجب أن يذهب أو نعزله عن الفساد المستشري ونعزله عن البراقراطية التي تدمر كل مشروع مشروع مثل هذا يجب على مجلس وزراء المضي قدما فيه أو الآن في لجنة شراكة وأنا كرئيس اللجنبية متابع هذا الموضوع متابعة دقيقة سنكتب تقرير إلى مجلس الأمة سنتابع لنتأكد أن هذا المشروع قد وجد النور وفقا للقانون 39 على 2010 اللي هو المبادر ياخذ 26% 24% تساهم في الحكومة 50% هو مساهمة عامة من الشعب الكويتي هذه المشاريع يجب أن ترى النور والأخطاء التي قام فيها مجلس وزراء السابق وأصراره على أن يشرف على المرحلة الثانية والثالثة القطاع النفطي هذا خطأ يجب أن يكون هناك دور واضح للحكومة في الانتهاء من هذا المشروع على أكمل وجه حتى تتحقق القيمة المضافة لها ليس فقط أننا حققنا طاقة بديلة وساهمت في تقليل الإنبعاثات والحفاظ على البيئة إنما كذلك سيتم توفير 6 مليون برميل سنويا نتحدث عن توفير مليارات هذا المشروع إذا النور سيوفر على خزينة الدولة مليارات تستفيد منها الكويت في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن أصبحت المشاريع البيئية مشاريع توفر طاقة وتحافظ على البيئة بل وتساعد اقتصادنا الوطني سنتابع هذا الموضوع وسنقف ضد الفساد وضد برقراطية الحكومة وضد أخطاءها السابقة وأختم وقول يا وزير التعليم العالي أنا الأوان لإعادة هيكل معهد الأبحاث وأن يجب أن تأتي بدماء شبابية جديدة لأنه ليس معقولة صرف 145 مليون دينار في المرحلة الأولى ولم تنقل كل الدراسات إلى القطاع النفطي آنذاك المفروض أنه يستلم الفيز 2 و 3 ولذلك أنا أقول معهد الأبحاث أمامك مسؤولية كبيرة عن طريق الحكومة طبعا ودعوة للوزير مرة أخرى أن يراقب الخلل الذي قام به معهد الأبحاث المشروع كله تحت نظر أعضاء مجلس الأمة وتحديدا اللجنة البيئية وتحديدا أكثر رئيس اللجنة البيئية وشكرا